مباراة الزمالك والترجي التونسي هزيمة مجعة مؤلمة بثلاثية مستحقة للفريق التونسي نادي الزمالك تفننة في إهدار الفرص حينما سيطرة في الشط الأول أبدع في عدم التعاون بين لاعبيه زي ما قال هيسن فاروق قالك فيه مباراة بين يوسف أوباما وبين حميد أحداد مين فهم اللي غلط وبالتالي النهاردة الهزيمة مجعة ومؤلمة والجمل محفوظة الجملة دي اللي بيسجل منها الترجي محفوظة والجملة دي مش والدة النهاردة دا لعب عليها كابتن محمود الجوهر رفكا سلوية من أفريقيا 98 وخد بيها بطولة أفريقيا الباك الشمال ولا الباك اليمين بيروح وعلى اللين وبيرجع للقادر من الخلف بيسجل يبقى طريق مصطفى يبقى حسام حسن يبقى أي حد كانوا بيسجله وفازوا ببطولة أفريقيا وفاز الكابتن حسام حسن أنزاج بلاقب هداف البطولة لكن لعبوا نادي الزمالك اليوم أول حاجة يعني بصراحة شط الأولاني كويس جدا لحد ما يقول الأولاني جه اتعادلوا لكن عصبي تحمد فتوح بعد التعادل كأنه فتح عك خد كارد بعدها قوع خد طارد خسر فرقته مجهوده خلل فرقة لعبت بعشرة وكانت ترجي رحيما بالزمالك كانت ترجي رحيما بالزمالك ما حاولش إن هو يدوس ويكمل ويزيد ويبقى عامل عدد كبير من الأهداف لا جاء عند التعادل وقال لك عشان خاطر فرجاني ساسه وحمزة المسلوسة ويعني ارحموا عزيزة قوم زل ارحموا عزيزة قوم زل مدسوش لو داسه كان عمل الرابع والخامس والسادس وكانت بقت فضيحة بجلاجل من يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة السقيلة أمام الترجي التونسي أول من يتحمل هذه الهزيمة هو ميستر باتشيكو ميستر باتشيكو هتقول لي ليه هقولك عامل حاجتين أو تلاتة غراب جدا قاعد مع محمد أبو جبل من قبل الصفر بقولك عليه معلومات سليمة مليار في المية وقال له بص طعم لك ومش لحد غيرك أنت حارس المارمة الأساس عندي وهتلعب مباراة الترجي التونسي الرجل اتمرن وشد وا 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 جن بارح بالليل قال له بقولك هي وجابة قال له نعم قال له خلا ما بتجيبش نتيجة النفوس المريضة اللي بين اللعبة وبعضها ما بتقديش إلى انتصارات يعني جنش واقف يعني بدرب الأرض الأرض على اي يا ابن في جن أولاني حمدي النكاز واخدوا القورة ما انت ابني كان معاك السنة اللي فاتت خدوا القورة وراع على اللاين واما رجعها الورا محمد بالرمضان أم حاطتها طب وانتوا فين جن التاني نفس الفكرة برضو يعني اي يا عم في ايه وضربة الجزاء محمد عبغاني ده انت ابني لو في قولة لو في كيشي وان أساسيات المدافع ما تعملش اللي انت عملته ده ده انت عامل جريمة مش عامل فاول مش عامل بنالتي وبالتالي بنالتي مستحاق يجي جنش يعمل لك ايه بقى يفكرنا بالحاجات بتاع سنة عشرين وسنة تلاتين وما الى زال فازوا واحد صفر مولدية طيب كده الزمان يواجه شبح الخروج المبك وهقول لك ازاي يجي جنش يعمل لك ايه يطلع بره اشرب مية ويتكلم مع كابت المتحد السيد وقول لي باتشيكو عامل ايه طب الحاجة عامل ايه طب المدام عامل ايه طب مش ناوي تسافر ويرجع موضة قديمة موضة قديمة وفي نفس الوقت يجي كل شوية من اول لمسة للكورة الداني انتباع النزاك بلعب على التعادل من اول لمسة وهو بيضيع وقت هل ده فكر باتشيكو لو ده فكر باتشيكو ياخد تذكرته ويروح لو انت رايح تونس عشان تلعب من اجل التعادل يبقى تروح ولو جنش كان بيعمل من ده من نفسه يتعاقب لانك انت اديت انطباع للمنافس ان اللي قدامك جابان وجاي يلعب على التعادل بكلمك بوضوح فهنا يعني انت ليه يا عم انت فرقة كبيرة وفرقة تقيلة وفرقة لسه كسبان الترجي السنة اللي فاتت مرتين وبسلاسية مرة في قطر ومرة في القاهرة ولما خسرت في سونس خسرت بهدف وفرقة بتلعب مفتنة ما عندكش غير نقطتين بالتعادل مع مولودية والتعادل مع تونجيت بطل السنغال لكن النهاردة لما رايح ترابع الفوز لكن جنش ادينا انطباع انه زابة للعبة على التعادل طيب يبقى الخطأ الاول انا باتشيكو ادي انطباع في المباراة ان احنا بنلعب على التعادل وزلك من خلال اداء الحارس العملاق والموهوب محمود عبد الرحيم جنش اللي انا حاسس النهاردة انه عجز قوي فيه كرة اوفر بيترفع له بيشتتها بالبوكس البوكس جنش ده كان يروح لنص الملعب اللي بيته بيشتت في التمنتاش على ايده الشمال على شماله ايه يا عم انت بتسلمها للمنافسين فكلام ما ينفعش بالمرة 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 طيب الخطأ التاني اللي ارتكبه مستر باتشيكو هو اشراك حميد احداد حميد احداد من الواضح ان مفيش اي انسجام بينه وبين التلاتة اللي تحت رح له فرص اول واحدة رحاله ام راجع بيها الورا راجع بيها الورا ليه يا ابني ده انت اصلا وشك للجون بشمالك او بيمينك بقى الجون بشمالك او بيمينك بقى الجون العرضيات اللي اتعملت له سواء من احمد سيد زيزو شوف بقى احمد سيد زيزو اداله عرضيات متأشارة زي اللي عمالها حمد النكاز وهكذا طب انت يا ابن ما بتسجلش ليه لسه هيوقف يقوم راجع لورا متقدم عنده خطأ عنيف جدا في اتخاذ القرار وبالتالي النهاردة باتشيكو عمل ايه تاني فيبقى اشراك المهاجب قبل كده احمد سائد زيزو قال لك كان فيه عنده مشاكل وشارك وعمل النهاردة مطش عظيم جدا الخطأ الرئيسي النهاردة في تشكيلة برضو كابتن او مستر باتشيكو طيب الله فراه ورضي عنه وارضاه استغفال الله العظيم يا رب هيجنيني باتشيكو اه ربنا يرضى عنه مش عيب انك تدعي الواحد بان ربنا يرضى عنه عمل ايه استبعد محمود علاء محمود علاء اهميته في الملعب مش انه مدافع صلب ومتميز وعبينه وبين باتشيكو مشاكل بقاله فتر لما قاله لا اعب اساسي قال له ما تلعبش اساسي قال له طب خلاص لا هو كده مش عب ايه خفل وانشق امشيل محمود علاء طب محمود علاء عنده ميزة نسبية وهو انه هو قائد في الملعب قائد في الملعب تخسروا ليه تضيعوا من ايدك ليه تاني حاجة بيشوت ضربات جزاء جي تجيلك ضرب الجزاء كده ما ترجعش بقى العبدالله جمع عمال يشده له الشورت لحد ما هيقلع الشورت مش عارف فيه ايه واحمد فتوح النهاردة يا ابني طب خلاص انت الغلطة منك وكلفتك حمد النقذ وربنا كرمك وجيبت يقول من تمرير السحرية للموسيقار فرجاني ساسي تخاني ليه وتعمل ليه تاخد انظار بعدها في كرة مشتركة قمت واخد طرد ومريح الترجي في دقاءة ستة وخمسين وفرقتك تلعب خمسة وثلاثين دقيقة من غير فتوح خروجك رحم الزمال لان لو الفرق لو تنوا هم بيقرسوا على الزمالك كان الوضع بقى سيء للغاية فمستر باتشيكو يتحمل المسئولية في هذه الهزيمة الموجعة وطراخي او مالش حاجة اقول طراخي عدم غيرت غياب الروح القتالية يا سيد خلاها غياب الروح القتالية وعدم جاهزية الاستاذ حمزة المسلوس حمزة المسلوس ده اللي جابه ربنا انتقم منه ده بياخد مليون متين وخمسين الف دولار في السنة الوضع ملهله في ظهره خلاص حمد الهوني عرضها بقى الجول اي كرة بتتعرض بقى الجول وكل اللي لعبي خط الدفاع بقى امه راحين مع الكور راحين مع الكور والاستاذ جنش بقف معهم برضو لحد ما تتشاط عليه لا بيطلع لا بيعمل لا بيساوي مش ده جنش اللي كان قبل الاصابة اسد ومالي منطقة الجزاء ومالك منطقة الجزاء ووحش في صد ضربات الجزاء فمش ده جنش طيب النهاردة بهذه الهزيمة المجعة المؤلمة زادت اوجاع نادي الزمالك ويقترب بطولة افريقيا خلي بالك عشان اللي جاي مهم الزمالك عشان يتأهل يتأهل لازم يكسب تتعرض بطشاط الجين تمانية بنت ما يساعدهوش عنده اتنين منتعادلين مع مولدية في القاهرة ومع تنجيت في الصنغال طيب تنجيت النهاردة تحول الى حصالة كسبوا مولدية كسبوا خارج الديار بقى خمس نقاط هيجيلوا بقى تمانية هيجيلوا بقى تمانية الحاجة التانية الترجي بقى عنده سبعة هتكسبه يا سيدي يبقى ستة معشان جاي بقولك لازم تكسب التلت مباراة المقبلة الترجي في القاهرة وتنجيت في القاهرة يبقى ده ستة بنت ومولدية في الجزائر او على الاقل تعمل تعادل فيبقى ستة واتنين تمانية واحد تسعة ما اعرفش بقى يساعدوك ولا ما يساعدوكش لكن الاساس النهاردة لازم تبقى بتلعب من اجل الفوز ومن اجل الفوز في السلاسة المباراة القادمة وإلا فان شبح الخروج المبكر يؤدي بك الى الخروج من بطولة أفريق طيب يا عم أبو المعاطي انت ايه رأيك مين يعني السبب بتشيكو 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 في المباراة الكبيرة بيختفي ما عندوش زي ما قلت ما بيعرفش لعنده مقامرة ولا مقامرة ولا اي حاجة النهاردة بيقعد مروان حمدي برا في المدرجات قال له يا مروان وقعد في المدرجات قال له ليه قال له وقعد في المدرجات مش عاوزين يعني انت مقعد لي مروان برا وبتلي تعمل تغيير وتسحب حميدة أحداد وتنزل إمام عشور هو فيه ايه يا عم الحج ما قعد ما قعد مروان حمدي برا ماشي وحطت في حطت من بقى أسامة فصل وإمام عشور محمد أشغر ما عندكش غير مهاجم واحد وعندكش غير حميدة أحداد في الملعب ما تحط في روة تاني اذا لانطباع انك انت رايح وبعاين بتنزل وصامة فصل إمتى في الديئة 88 ايه يا عم ده الزمالك لعبة من أجل التعادل ولم يلعب من أجل الفوز ولذا يتحمل المسؤولية كاملة مستر باتشيك يعود ولا يمشي ده قرار إدارة الزمالك لكن كمان ليس لديه سيطارة على اللاعبين عامل أزمة مع ابو جبل عامل أزمة مع محمود علاء عامل أزمة مع فرود انت لسه جايبه مروان حمدي وقلت عليها يلعب السوز أشرف بن شرق النهاردة وهو طلع بيشوح مش عاجبه وطلع في الديئة كام 88 عملت يا أستاذ أشرف بن شرقي ولا حاجة ولا حاجة ولا عمل حاجة ولا عمل حاجة أشرف بن شرقي طب فرجاني أحسن واحد في الملعب النهاردة أحسن لعب في الملعب فرجاني سيسي أشرف بن شرقي مجاش أحمد سائد سيسو عمل مجود كبير جدا وجبار جدا وعمل عرضيات لكنه لم يجد من يدعها الشباك حميد أحداد مفيش انسجام بينه وبين التلاتة اللي تحته خالص 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 واللعب لا تلعب بروح قتالية ولا تلعب من أجل الفوز مفيش غل كده بتوعناد الزمالك لما يغل ويبقى عنده إصرار ويروح على المرمى ويحاول يكسب وحاجات بالشكل ده يبقى للأسف شيء جدا يعتلي قمة المجموعة الترجل التونسي بسبع نقاط من الفوز على الزمالك والفوز على تنجيد بطل السنغال والتعادل مع مولدية يأتي ثانيا فريق مولدية الجزائر بخمس نقاط بالتعادل مع الزمالك في القاهرة والتعادل مع الترجل في تونس والفوز على تنجيد في السنغال فرقة دي بتتسحب بتتسحب لكنها فرقة كويسة وفرقة متميزة فخلي بالك منها ده كسبة بر وتعدد مع الترجل في تونس يعني ما هيش فرقة سهلة مش هتفرطلك بسهولة في مطشاة في الجزائر فلازم انت بترجل مطش اللي جاي تبقى عندك غير وعندك حمية يوم 16 مارس يوم 16 مارس وارد يقال باتشيكو هسألكو وأقولكو بعد المباراة إن شاء الله النهاردة زماج لعب بتشكيل ضم محمود عبد الرحيم جنش أمامه الوينش وعبد الغاني اللي خرابها في ضرب الجزاء كي جي وان ما يعمل حدش يعملها أحمد فتوح اللي كان عصب أكتر من اللازم والسبب هو أن حمد النقاز تلعب به وسجل وعمل عرضية منه سجل منها هدف موجع ومؤلم هو واقف على سيده وعرضها له أم واغده برجاله واسع وأم عرض أم حطتها وقال لها روحي زي ما بطرحه أم مسجل الهدف الأول اللي هو توجي ده اللعب الأفريقية بتاعها فرجاني ساس وطريق حمد فرجاني أفضل من في الملعب اليوم أوباما بن شرقي أحمد سيد زيزو حميد أحداد كان بره أبو جبل ومحمود عليها وعبدالله جمه وحمد أشرف روح سيم فصل إمام عشور وساما فصل للأسف لم يكن بين على الدكة لعب يحدث الفارق إمام عشور نزل برضو عصبي يا جماعة المسألة ما هيش خناء والملعب ما هواش بالخناء ولعب الترجي التونس الذي تحق الفوز عن جدرة واستحقاق وبصوا الترجي التونس قاله كفايا على الزمالك 3 والله العظيم قاله كفايا على الزمالك 3 لو داسه كانوا لبسه الزمالك كتير كانوا خلوه يبكي يتألم بكلمك بكل صراحة وبكل وضوح لو داسه بعد طارد أحمد فتوح كان الزمالك طلع خسران له خمسة ولا ست كانت تبقى فضيحة بجلاج يعني أم عملوا خاطر لفرجاني ساس عشان يجد دعاقته بقيله 3 مليون عاوز 3 مليون قالك يعني سيب فرجاني ساس عشان قادر فرجاني ساس وعشان لوض حمزة المسلوس مدسوش لكن لو داسه كانوا عملوا نتيجة قاسية